سلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم صلاة حامد وأنا تحولت من شخص قبل أربع سنوات كنت بشتري شغلي أونلاين مرة كل ست سبع أشهر ومرة في السنة في حالة الحاجة الكاملة أو خلص بدي الشي غصب من عني منطر له لشخص أنا الآن بشتري عطوري ملابسي أحديتي إلكترونياتي كل شي بشتري أونلاين فبقدر أحكي إني مدمن نوعا ما على هالمسألة وهذا الموضوع اللي حاب برضو أني أشارك بعض من خبراتي والنصائح والأمور اللي أنا بستعملها معاكم في التسوق الإلكتروني علشان بركي تستفيدوا منها بعض النصائح حبارة عن أدوات أو أسلوب تصرف معين ممكن أنت تتماشى فيه لما تيجي بدك تتسوق فحاب أني أشارك معكم بعض هاي النقاط خلينا نبلش بنقطة رقم واحد اللي هي مسألة تتعلق بأسلوب شراك أكثر من الأدوات نفسها ألا وهي أنه أنا الآن وصلت لنظام أني ببلش أضيف خلال الشهر كل الأمور اللي أنا بتعجبني باش تجير أشوف أشياء على أمازون على إي باي بضيفها إلى سلة المشتريات بضيف وضيف 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 يوم معين في نهاية الشهر اللي باجي بقعد وبتفرج على كل الأشياء اللي أنا ضفتها إلى سلة المشتريات وباشوف شو الشي اللي أنا فعلياً بلزمني وشو الشي اللي ما بلزمني هذا الأمر بيعطيك وقت إنك تفكر أكثر إنك تلاقي بدائل في حالة كنت لقيت شيء معين سعره مثلاً 80 دولار ممكن أنك تلاقي شيء من براند أخرى وبجودة منافسة أو بجودة جداً قريبة عليه ويكون أقل بعشرين ثلاثين دولار فمسألة إنك تشتري بشكل شهري بتوفر عليك من ناحية الشحن كرسوم بتوفر عليك من ناحية فلوس في حالة كنت شيء أرخص وأيضاً بتوفر عليك في حالة تكون بدك تشتري شيء وبعد شهر أو بعد سبعين ثلاثة صفنتيك إنه فعلياً ولا هذا الشيء ما إلي أي فائدة فيه وليش محتاجه أنا لش بدي أشتريه ما في داعي نقطة رقم اثنين هناك بعض الأدوات اللي بتقدر تستعملها على مواقع معينة اللي بتقوم بتتبع السعر أنا شخصياً بس تعمل تول اسمها كيبا الرابط تاعها رح يكون موجود في صندوق الوصف هاي الأداء عبارة عن extension لجوجل كروم اللي بتنزلها فبتصير كل ما تروح على أي منتج على amazon.com تدخل عليه مباشر رح يطلع لك غراف موجودة بالأسفل لتاريخ السعر الخاص بهذا المنتج بتقدر تشوف أنه والله هذا المنتج بنزل بشكل سريع في السعر أو بيطلع بشكل سريع في بعض المنتجات اللي كنت أجبدي أشتريها لقيها بشكل يومي بتنزل 30 دولار اليوم اللي بعده بتطلع 30 دولار اليوم اللي بعده بترجع تنزل 30 دولار وهكذا فهذا الشيء بلشت أني أخذ حذري منه فبلشت أتطلع أشوف شو فيه منتجات أو شو أقل سعر ممكن أحصل إليه لمنتج معين من خلال التاريخ تاعه وبناء عليه أشوف أو أتخذ قرار أني أشتريه ولا لأ ومتى أشتريه نقطة رقم ثلاث وهذا الشيء كثير منكم سألني عنه ألا وهي مسألة البضائع الريفيربشت ريفيربشت يعني مجدد الآن ريفيربشت 99% لما يكون ريفيربشت من المصنع اللي هي بتلاقي مكتوب عليها سيرتفايد ريفيربشت هذا الشيء بيكون لمرحلة أنه مدى التدخل الناس اللي يصبوه أنه حدا طاله من البكيت في المصنع تطلع عليه شغله اشتغل طفاه ورجعه في الكرتونة ورجع غلفه حرفيا لهون تيجي بعض الحالات الريفيربشت فمسألة المجدد هي مسألة أبدا ما تتنفر منها النقطة التالية هي نقطة قد تبدو غريبة كثير ولكن وقعت بهذا الخطأ عدة مرات ألا وهو أنه في بعض الأحيان يجيب بدي أشتري شيء معين أنا عارف شو الوظيف اللي بدي أياي أعمالها ولكن أنا ما إلي خبرة في هذا المنتج فبروح بدور أول منتج بيطلع عليه بمسكه بقرأ عنه ومباشرة بحطه على سلط المشتريات وباشتريه في بعض الحالات بيكون المنتج اللي أنا أخدته ليس أحدث وآخر جيل بل بيكون الجيل اللي قبله فنصيحة من باب اتخاذ الاحتياط والحذر أنك تروح وتشيك على الموقع الرسمي الخاص بنفس الشركة اللي بتبيع هذا المنتج وتشوف إيش في عندهم موديلات أخرى فقط من باب أنك تكون متأكد أنك أنت ما أخذ أحدث موديل ماش بالضروري أنك تشتريه من نفس الموقع مباشرة بتقدر ترجع وتشتريه من أمازون أو من إيبي أو بغض النظر أي موقع أنت بتستعمل ولكن روح على موقع القطعة نفسه الأصلي أدخل عليه وتفرج إيش في عندهم منتجات أخرى في نفس خط المنتجات هل في عندهم إصدار جديد 2017-2018 هل في شي طالع أجدد من نفس المنتج اللي عندك ولا لا النقطة التالية هي نقطة تكلمت عنها بشكل سريع جدا في مقدمة هذا الفيديو ولكن أعتقدنا برضو لازم في ناس لازم يتنبهوا على الموضوع أنه التسوق الإلكتروني ليس فقط للإلكترونيات بإمكانك أنك تشتري أي شيء أونلاين عطور ملابس أحذية شو ما بيخطر عبالك بإنباع أونلاين الأمور الآن اللي يعني فعليا راح تفيدك لما تيجي تشتريها أونلاين هي أنه بإمكانك أنك تحصل على خصومات عملاقة جدا على أمور مثل العطور على سبيل المثال أعطيكم مثال من على أرض الواقع بآخر عدة سفرات بميل دايما من الأسواق الحرة اللي في مطار تبيل اللي في مطار عمان اللي في نيويورك اللي في أوروبا بميل أكثر من أسواق حرة فبحب دايما أقارن بين أسعار عطور معينة ما بين هاي المطارات عشان أشوف أي واحد فيهم أرخص وفي رحلتي القادمة بعدين بشتري لأني بتكرر على نفس المطارات بشكل مستمر فإحدى العطور أو الماركات المشهورة جدا ماركة اسمها في سانت لغون فرنسية هي بتبيع عطر جدا جدا جميلة على فكرة العطر بس ناسي ايش اسمه في هاي اللحظة مش لا يستحظر خاطري ولكن هذا العطر سعره بكل المطارات أقل مطار لقيته كان مئة وخمس دولارات مئة وخمسة بتلقي أعلى مئة وسبعة مئة وثمانية مئة وتسعة مئة وخمسة مئة وستة بهذا الرينج يعني فعليا فرق سعره ما بين مطار في نيويورك ومطار في دبي دولارين من قد ما لقيت الموضوع مش مستاهل مش عارف من اي مطار اشتريلا مش هالفرق الكبير فأجلت الموضوع كله الفترة الماضية فتحت على موقع اسمه دخلت عليها هو الموقع التابع لخدمة شاوب انشيب اللي انا شخصيا مستخدمها فبما اني عضو بفلكس بشاوب انشيب بحصل على خصم بقيمة 25% على العطور تحديدا من هذا الموقع فبدخلت عليها وبتطلع لقيت نفس العطر بنفس السعة بنفس التركيبة بخمسين دولار فتصاقت من السعر ومع الخصم حصلت قنينتين عطر من نفس العطر اللي انا بشتري هذا بخمس وستين تقريبا أو ستين دولار قنينتين عطر من اللي هي ام المية وخمس دولارات فما تتطلع دايما على انه التسوق انلاين هو شيء سيء لحد الانصر تشاري خمس احذية وست احذية ولا واحد فيهم اجي اوسع بشوي او اضيق بشوي على القد بالضبط لاني قايس رجلي ومباشرة بروح بحول لقياس هاي البراند لانه بعض البراندات يختلف عن الثاني فما تحصر تفكيرك بتسوق انلاين انه انلاين وعبارة عن شيء للكيترونيات هذا كلام خاطئ تقدر تشتري حتى سيارات النقطة التالية بتتعلق بشيء ذكرته قبل شوي وهو شاب ان شب اكيد كل حدا بتفرج على هاي القناة او تفرج على اكثر من فيديو عنده فكرة ايش هي شاب ان شب هي خدمة انا شخصيا الي باس تعملها عدة سنوات من قبل حتى ما يجوا الجماعة ويقولولي والله احنا حابين نعمل رعاية لواحد من فيديوهاتك باس تعملهم من زمان الان شاب ان شب اللي ما بيعرف هي خدمة تسمح لك انك يعطوك عنوان بريد في اوروبا في اسيا في افريقيا وينما بدك وانت بتصير بامكانك انك تشتري مواقع ما بتشحن للشرق الاوسط تبعت عليهم وهم ببعتوا لك الشحنة هاي مباشرة فالجديد الان في شاب ان شب هي خدمة فلكس خدمة فلكس هي شيء جديد او اضافة جديدة لشاب ان شب اللي راح تفيد الناس اللي بيتسوقوا بكثافة او بكثرة خدمة شاب ان شب فلكس بتسمح لك انك وبتضيف لك قدرات انك تقدر اولا تصير تحاسب على كل مئة جرام بدل ما تدفع على كل نصف كيلو فعلى سبيل المثال لما مرات بتيجي بتك تشتري من امازون بتضيف مجموعة اغراض وبتحطهم انه بعملهم جروب او خليهم جميعهم باقل عدد ممكن على اساس ان يكون عندي شحنة واحدة فقط في بعض الاحيان واحدة من الاغراض اللي انت منجيها تنشح بدري وهذا الغرض بيكون غرض خفيف او غرض صغير فبصير بامكانك الان بدل ما كنت اول ما يوصل على صندوق بريدك بدل ما كنت تدفع ثمن نصف كيلو على شيء وزنه خمسين جرام تروح دافع على مئة جرام فقط لانه فلكس بحاسبك على كل مئة جرام وليس على كل نصف كيلو واللي هو امر بيفرق معك بشكل كبير من ناحية السعر والتكلفة وايضا على هاي النقطة خلينا نكمل لنقطة اخرى الا وهي انه لما تشتري شيء سجل المنتج داعك علشان تحصل على كفالة او كفالة معززة شو يعني؟ في بعض الاغراض لما انت تشتريها وتوصلك اونلاين على البيت الاول ان تفتح البوكس راح تلاقي انه سجل للوارنتي الوارنتي بتكون في بعض الحالات من سنة الى سبع سنين الى مدى الحياة في بعض الحالات قبل فترة استعراض كابلات مكفولة مدى الحياة ولكن لازم انك تسجلهم مش وقت ما ينكسروا او وقت ما يصير فيهم شيء لازم تسجلهم وقت الشراء كيف بعرفوا قصة معقدة شوي ولكن اذا سجلت منتجك قبل ما تصير عندك المشكلة او اول ما تحصل عليه مباشرة الكفالة الطبيعية اللي هي فترة اعادة اي منتج انت ما بدك اياه اللي بتكون شهر بتصير سنة بتصير سنتين او قد تكون سنتين بتزيد بتصير خمس سنين او سبع سنين فهذا شيء اعمله على الامور المحرزة واللي بتستاهل لانه بصراحة في بعض الحالات اللي اضطريت اني ارجع اشحن امور لامريكا علشان اما تتصلح اما تتزبط اما بعد الاستخدام بعد فترة صارت فيها مشكلة فارجعت شحنتها لامريكا اصلحوا لي اياها ورجعوا لي اياها في بعض الحالات عدة مرات وانا اشحن وارد ارجع وبس سلامتكم هذا كان كل شيء لهالفيديو هيك يعني كنت حب اني اناقش معكم بعض النصائح من خبرتي ومن تعاملي عن طريق تسوق اونلاين بركي تستفيدوا منها بعض الامور اللي قد تجدونها مفيدة ان شاء الله اذا في عندك نصائح حاب انك تضيفها وتشاركها معانا اكتب لياها في قسم التعليقات بالاسفل وشاركها وخلينا نشارك يعني نصائح تكون جميلة ومفيدة للكل اذا حاب انك تشترك بشوب انشيب تعمل حساب مجاني مدى الحياة الرابط رح يكون موجود بالاسفل واذا حاب انك تعمل أبغريد لفلكس ايضا رح يكون موجود الرابط تاعه في صندوق الوصف بالاسفل تكلفة سنة كاملة هي 119 دولار علشان تعمل اللي هو الاشتراك في الخدمة وصدقني اذا بتشحن اكثر من شحنتين في الشهر رح تطلع التكلفة هاي بكل بساطة لانه اول شي كتكلفة شحن انت الدفع اللي بتدفع بشكل شهر رح تكون اقل بالاضافة انه الخدمات الاضافية رح تجدها مفيدة فكل التفاصيل اذا حاب تقرأ اكثر عن الموضوع ايضا الرابط رح تكون موجودة في صندوق الوصف بالاسفل هذا كان كل اشي لهالفيديو كان معكم صلاح حامد في امان الله